وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القنطرة غرب التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية ومستشفى السويس للجراحات الدقيقة ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرؤوية التابعان للهيئة بالسويس كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ميندراي لتعمي وتشغيل أنظمة المستشفى الافتراضي ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية وافق المجلس أيضا على صرف مكافأة استثنائية للمتميزين بالمنشآت الصحية التي حصلت على تجديد الاعتماد القومي المعترف به من منظمة الاسكوال العالمية تشجيعا للتميز والجهود المبدولة في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية كما وافق مجلس الإدارة على إضافة تخصصي الأمراض الصدرية والجلدية والتناسلية إلى عضوية المجلس الأستشاري الطبي للهيئة وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير السياسات الصحية وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على إطلاق اسم الحجة فرحانة على جناح الأقسام الداخلية بمجمع الفيروز الطبي بسيناء تقديرا لدورها البطولي مع القوات المسلحة وتفانيها في خدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر